عبدالله ترك معني أنا من مدينة اللادئية مواليد شباط 1948 عندي دكتورة في التاريخ المعاصر بشتغل في مجال الدراسات الاستراتيجية منذ حوالي 30 سنة إضافة للكوني أستاذ جامعي درست في التاريخ المعاصر هو حقيقة بدأ التغير واضح مع مجيء حزب البعث إلى السلطة يعني وخاصة بعد مجيء حافظ الأسد في السبعين بدأ التغير بدأت تركيبة المدينة التركيبة الديمغرافية بدأت تتغير لأنه صار فيه هجرة ريفية كثيرة إلى المدينة أقولي هذه ظاهرة موضوعية في كل دول العالم الثالث الهجرة من الريف إلى المدينة بس بسوريا أخذت طابع طائفي وخاصة أن أغلب الريف المحيط بمدينة اللازقية هو ريف علوي هذا يعني مع دخولهم دخول إخواننا من الطائفة العلوية استفادتهم من نظام حافظ الأسد وتوظيفهم في الأمن وفي الوظائف الدولة وغيرها بدأ نزوح يعني كسيف إلى المدينة بدأت الحياة الاجتماعية شوي تتغير في المدينة عما كانت عليه في الستينات يعني بالسبعينات اللي عايشتها منيح أنا كناشط أيضا حقيقة كان في مجموعة أحزاب بس للأسف بسوريا لم يكن هناك حياة سياسية شرعية هذه الأحزاب أغلبها لم تكن شرعية نظام حافظ الأسد أعطى الشرعية لبعض الأحزاب وكان يقال في ذلك الوقت مثلا الحزب الشيوعي السوري لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي يعني كان فيه تيار شيوعي الحزب الشيوعي تم فيه انشقاق في سنة 72 وهذا كان معارض للنظام وكان سمعته طيبة لدى الوسط المهتمين بالشأن العام وهي بدأت الاعتقالات عمليا يعني بدأت من أواسط السبعينات يعني كان في تلك الفترة لم تكن هناك اعتقالات طويلة المدى في البداية كان تهديدات كان استدعاءات للأجهزة المخابرات ولكن عمليا يعني منذ الدخول السورية لبنان الحزب أخذ موقف ضد هذا الدخول من وقتها بدأت الاعتقالات متتابعة للحزب وصولا إلى سنة 80 يعني كانت الاعتقالات كبيرة يعني هذن أربع أحزاب اللي هن الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال أتاسي حزب البعث سموا حالهم حزب البعث الديمقراطي العربي الديمقراطي اللي هن اللي انقلب عليهم حافز الأسد وثم حزب العمالي السوري هؤلاء الأربع أحزاب شكلوا التجمع الوطني الديمقراطي طبعا نظام حافز الأسد تخوفه من إمكانية النشاط السياسي وخاصة في إلغاء للحياة السياسية فلذلك بدأ يعتقل النشطاء وخاصة نجمعت الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي متى يمكن لناشطي المجتمع المدني والسياسي يكون إلهم تأثير لما بيكون في حريات سياسية لما بيكون في حياة سياسية في أحزاب في صحافة حرة نحن في المنطقة العربية مش موجودة أي يعني الحكومات بشكل عام بقيت حكومات مستلبة لحرية المواطن العربي في أغلب في كل أكثر العربية ربما بمناسبة لبنان كان يعني خارج هذا الإطار لأسباب عديدة طبعا وإلا كل أغلب الدول العربية كانت بهذا الشكل أو ذاك تقمع الرأي الآخر ما فيش حضية صحافة ما فيش أحزاب حرة ما فيش شو اسموه بالتالي يعني أنه شطاء العرب اللي أنا يعني حضرت مؤتمرات لهم وتعونت معهم يعني تأثيرهم كان نظري أكثر معنو يعني في صنع سياسات لم يستطيعوا أن يصنعوا سياسات كانوا يعبروا عن رفضهم لبعض سياسات الحكومات ولكن أن يصنعوا سياسة صعب